ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والمركزية سيد محمد محفوظ براهيم أحمد اليوم بمقر الوزارة اجتماعا تنسيقيا مع القطاعات المعنية بخطة تأمين المنشآت والمرافق الحيوية ذات الصلة وذلك عملا بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي اعتمدها رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني ضمن حرص سيادته على استدامة تموين المواطنين بالمواد الضرورية من أغذية ومياه وكهرباء وأدوية ومحروقات شارك في اللقاء الأمناء العامون لوزارات الدفاع والمالية والصحة والتحول الرقمي والبترولي والصيد والتجارة والإسكان والتجهيز والمياه كما ضم الاجتماع المفوض المساعد للأمن الغذائي ومثلا عن منطقة نوادب الحرة وبعد تداول حول موضوع الاجتماع تمت التوصية بما يلي اتخاذ الإجراءات الاستعجالية الضرورية وبدون تأخير لتوفير التأمين المناسب للمشاءات الحيوية وفق معايير الأمن والسلامة المتعارف عليها في مختلف المجالات تشكيل لجنة فنية مشتركة تعكف على جرد المشاءات الحيوية والإطلاع الميداني على وضعيتها الأمنية الراهنة واقتراح الاستراتيجيات والخطط الكافلة بضمان التأمين الكامل لكل منشأة على حدة مع الاستفادة مما تتيحه التقنيات الحديثة في هذا المجال وإدراج آلية لمتابعة وتقييم ما سيعتمد من إجراءات شر اللقاء بحضور عدد من المسؤولين المركزيين في القطاعات الوزارية ورؤساء هيئة التنظيم المختصة وولاة وكشوط الثلاثة والمديرين العامين للمؤسسات المعنية ترجمة نانسي قنقر